بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الأخيرة من المحور الأخير Stress Strain Transformations سنتعرض في هذا الفيديو إلى شرح دائرة مهر مهر سيركل فور بلين سترين أيضا إلى شرح قانون Absolute Maximum in Plane Shear Strain بداية المعادلة التي تعطينا دائرة مهر هي كالآتي طبعا تحصلنا عليها بنفس طريقة المعادلة للمهر سيركل في السترس القطر يكون R تساوي شذر تربيع Epsilon X ناقص Epsilon Y على 2 كل تربيع زائد Gama X و Y على 2 كل تربيع الأفرج دائما نفس القانون Epsilon X زائد Epsilon Y على 2 الخطوات العامة لرسمة مهر سيركل بالنسبة للسترين هي نفس الخطوات اللي شفناها رسمة مهر سيركل في السترس فأول خطوة طبعا هو رسمة المحاور Shear Normal Strain و Shear Strain ثم بعد ذلك تحديد مكان المركز الـ Center اللي يبعد بـ Epsilon Average على محور الـ Shear Strain ويكون موجود على محور الـ Normal Strain ثم بعد ذلك تحديد مكان نقطة A اللي عليها Epsilon X من هنا و Gama X و Y على 2 من هنا طبعا مسافة C A هنا هي R والقانون طبعا محدد وعلى النقطة A معانا ثيتا تساوي 0 درجة هنا معانا 2 ثيتا فنحدد مكان P وعلى طول يطلع معانا إش يطلع معانا Epsilon X داش ومن هنا Gama X داش Y داش على 2 هذا في الـ Direction الجديد على النقطة P اللي X داش يكون على X زاوية ثيتا أما بالنسبة للـ Principal Directions هنا بيكون معانا من هذا الخط الـ C A إلى محور Normal Strain يساوي 2P1 Principal Direction أما على محور الموازي لـ Shear Strain يكون 2 Sigma S1 ثيتا S1 هي التي تعطينا اتجاه Maximum In Plain Shear Strain قانون Maximum Shear Strain Gamma Maximum تساوي Epsilon Maximum على 2 والـ Gamma Maximum Absolute Maximum Shear Strain يساوي Epsilon Maximum ناقص Epsilon Minimum